صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فأصدر ثلاثة مراسيم لسنة 2016 ونص المرسوم الأول رقم أربع على تسمية الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة وجاء في المدى الأولى من المرسوم بأن يكون الوزير المعني بالصحة هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة في منص المرسوم الثاني رقم خمسة على تحديد الوزير المسؤول أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية بمجلسيها عن أعمال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وجاء في المدى الأولى من المرسوم بأن يكون الوزير المعني بالصحة هو الوزير المسؤول أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية بمجلسيها عن أعمال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ونص المرسوم الثالث رقم سبع على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة وزير العمل وعضوية كل من السيد صبح سالم الدوسري السيد محمد علي محمد القائد الشيخ أحمد بن عيسى الخليفة السيدة مهى عبد الحميد مفيز السيد نبيل خالد كانو السيد جهاد إبراهيم أمين السيد جعفر خليل إبراهيم السيد يعقوب يوسف محمد وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات